لم تكتف الإمارات بالسيطرة العسكرية على جزيرة أرخبير سقطرى بل كثفت خطواتها الحثيثة عبر الميليشيات الموالية لها لفصل الجزيرة عن محيطها اليمني ذلك ما تجسد في إجراءات مدير الأمن بالجزيرة على الدكسومي الذي وجه بعد عودته من الإمارات بمنع وضع علم الجمهورية اليمنية على الزي العسكري الرسمي الدكسومي توعد بمعاقبة من يضع علم اليمن على زيه العسكري وألزم العناصر التابعة للأمن بوضع ما يسمى علم الجنوب الرامز لمشارع الانفصال التي تدعمها دولة الإمارات منذ وطأت أقدام جنودها اليمن تحت عباءة التحالف بقيادة السعودية وإلى جانب مساعي ميليشياتها في تغييب العلم اليمني من الأرخبير تقوم الإمارات هي الأخرى بالإعاز لميليشياتها بإنزال علم اليمن من ظهر المؤسسات الحكومية والشوارع في الجزيرة تستغل الإمارات سيطرة ميليشياتها على الجزيرة من أجل سلخ سقطر عن هويتها الوطنية تمهيداً لضمها إليها وإحكام السيطرة عليها فقبل أيام جندت الإمارات مرتزقة لديها من أجل رفع الأعلام الإماراتية في عدد من شوارع الجزيرة ومبانيها المدنية والحكومية والعسكرية يؤكد مواطنون سقطريون أن الإمارات وميليشياتها تمارس هذه الانتهاكات بهدف إخراج الجزيرة من يمنيتها وأكدين رفضهم لتلك الممارسات خارج إطار القانون والمعاهدات الدولية وفي مقابل هذا السيل من المحاولات الحثيثة لفصل الجزيرة وملشنتها وإذكاء الصراع فيها يبقى صوت المواطن ورفضه القاطع لتلك الانتهاكات والممارسات هو السبيل الوحيد لوأد دعوات الانفصال التي تصدرها أبو ظبي تحت أنظار حريفة الرياض مستعينة بميليشياتها المسيطرة على الجزيرة منذ انقلاب عسكري على السلطة المحلية قبل أكثر من عامين ترجمة نانسي قنقر